صفعت وجه المربية بقوة وكان الانتقام لا يخطر على بال إنسان أحضرت هذه السيدة مربية مسلمة لتنتبه على ابنتها أثناء عملها خارج المنزل وبعد مرور القليل من الوقت تركت هذه المربية المنزل بسبب قسوة السيدة عليها فقررت هذه السيدة أن تأتي بمربية أجنبية لتعتني بابنتها وأثناء عملها حدث ما لم يكن في الحسبان وأوقعت هذه المربية الصحن المزخرف على الأرض وانكسر غضبت السيدة وصفعت المربية بقوة فاشتعلت نار الحقد في قلبها بعد مرور سنتين لاحظت السيدة أن ابنتها دائما متعبة وتصرفاتها متغيرة فقررت أن تغيب عن العمل وتراقب يوم ابنتها وما يجري معها واختبأت في غرفتها بعد أن أوهمت المربية أنها قد خرجت وهنا سمعت ابنتها تنادي بأعلى صوت يكفي رجاء لا أريد القيام بهذا بعد الآن هذا مؤلم خرجت السيدة بسرعة لترى المربية تضع الديدان في أنف ابنتها فحملت ابنتها وذهبت إلى الطبيب مسرعة إلا أن حرارتها كانت قد ارتفعت كثيرا ولم تتمكن من إنقاذها وماتت البنت نتيجة سوء تصرفات الأم لقد كانت قسوة قلب الأم سببا في وفاة ابنتها إن الخير والإحسان الذي تزرعه في قلوب الناس يعود لك أضعافا مضاعفة وكذلك الشر ترجمة نانسي قنقر